أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة بالأمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة إن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكلفات وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تأسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ مؤكداً أن الحكومة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الشأن وبشأن ملف توفير السلع بالأسواق شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق لسيما الأساسية منها والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف مكلفاً الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أي ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع وحول حصاد محصول القمح أكد مدبولي أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين مشيراً إلى أن هناك اهتماماً وحرصاً كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقمح مشيراً